اهلا وسهلا انا رحت برسعيت مش قادرة بقى اقولك الناس شلونا من على الارض شير كرم ناس كلها كرم اهل برسعيت دي حقيقة انا مش بجاملهم رحت عملنا هناك حلقة على اللسان اللي عندي على المامشة على المامشة لقينا الناس ما شاء الله الله اكبر وبعدين دا احنا رحنا كمانا بعد الحادثة اللي ربنا مايعودها دي بتاع تلمتش والكلام دوت ولقينا الناس برضو رجالة والناس حلوة وبترحب بالناس اللي جاء من محافظات تانية والدنيا زي الفولي ما احنا دايما كده لازم ما نشيش البعضة اسية طبعا الناس اللي لاستطفال بعضها ولازم الناس تحب بعض وبقى فيه ود ورحمة بين الناس وتقاخي وزيارات والناس تود بعضها ما هي برسعيت كده شايلة هم مصر كلها ويشايلانة في التقيلة وفي الخفيفة الحمد لله الحمد لله يعني هي التاريخ كله يقول كده الله خليك أستغلي الله خليك انا بقى عاوز اسمع منكم البنبوتية تحية لكم بقى واهل برسعيت كلهم للمسامح وكل واحد في برسعيد انا ببعث له تحية من كنات القصارة حبا يبنى كلهم بتوع السواحي اتفاد بلبا موسيقى 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 احنا البنبوتية وللنا مثال احنا البنبوتية وللنا مثال موسيقى موسيقى احنا البنبوتية موسيقى 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 وانظر على الزملاء يسفرهم وحنا على الجاية يلا بحرية يلا للماء في بجاية وانظر على الزملاء يسفرهم وحنا على الجاية يلا بحرية يلا بحرية اشتركوا في القناة 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 يا رب يا رب دايما بدع للي مخلي القناة مفتوحة للعالم كله ودايما مفتوحة يا رب القناة الكده على طول يا رب يا رب شاد بقدوني ساخدر عليه الشكل الحال جوعتين يا رب يا رب انا بدع من قلب يحمي البحرية والناس بتوعنا وولادنا اللي حرصنها ويفضلوا كده دايما بصحة وعافية وكل ام جابت شاب ودته الجيش ولا ودته يحرص مصر تعيش وتسلم انا بقى عاوزك تغنينا بقى اغنية حلوة كده وانا بخلل الخيار الخيار خيار ماشي تعرف بقى بتغني بقى ايه اغنية بتغني المين يا حميل جدا جدا لا يعرف بقى بقى الس一樣 ايه اغنية حميل ايه اغنية حميل بتغني المين وغي المين بتغني المين يا حمام بتغني المين يا عمام انا وحبيبي يا فلا روحنا لدونينا انا وحبيبي وروحنا لدونينا الوردي شفنا صبح علينا قول وصني لقدر اجهي وسينا وقال قولنا حنقول يا حمام بتغني المين وغي المين بتغني المين يا حمام بتغني المين يا حمام بتغني المين يا سلام اللي بريده يا سلام و قالها يبعد يا سلام بيخطي ايدو يا سلام يا ابو الصغير يا سلام رحم بريده اه يا حمام بتغني المين يا حمام الله ينور عليك الله ينور عليك نرجع لحبايبنا اللي كانوا طالبين الخيار المخ اللي مبارح الخيار عشان تجي بيه ويعيش معاك فترة طويلة او بذات ان احنا في حر تجيبي الخيار الصغير اهي الخيار الكبير ما يتخللش يتهري وما يعودش معاك يومين ثلاثة وتلاقي ريم وترمي عاوزة تاخد خيار يعود معاك مدة طويلة تجيب الخيار الصغير المحندقة دي وتخليليها صحيحة صحيحة زي ما هي وعند الاكل قطعيها كل ما تبقى صحيحة وصغيرة في البرتمان تعيش معاك مدة طويلة ولما تيجي تاكلي طلعي الخيارة صليمة كده وقطعيها زي ما تحب بالشكل اللي يريحك بس عشان تعيش معاك لازم تبقى صغيرة وتتحط كده صحيحة زي ما هي وفي البرتمان اذا زمش بلاستيك ولا بقى بتقولي على الفيسبوك يا غالي انا السنة اللي فاتت عملت الخيار زي انت ما عملتيه وكان جامد اوه حلو يعني وما تهراش ولا حاجة بالطريقة دي عمره ما يتهري وبعدين احنا عشان في صيف ممكن تحطيه في التلاجة ده لو عاوزه بقى يعيش معاك شهرين ثلاثة اربعة تحطيه في التلاجة هتكلي بعد اسبوع عشر تيام الموضوع دوه تخليه بره ما يجرلوش حاجة يعني ده كيلو خيار كيلو خيار ياخد كباية ملح من بتاعة الشاي الكباية الشاي بتاعتنا الربعة الصغيرة دي اللي احنا بنشفها الشاي تحطيها كباية ملح بس وزي ما علمونا ان التخليل الصحيح ميا وملح وعند الاكل حط اللي اعجبك الخيار ده ممكن تحطيه في الصطوم باشرق ياخد ريحة تحطي عليه شوية زيت زي ما تحبي التخليل الصحيح ميا وملح واول ما تلاقي كده لونه بدأ يتخلل ويصفر ويبقى حلو زي المخللات اللي قدامك دي كلها كده خدت اللون بتاعت التخليل كلها خلاص خدت لون التخليل وطلبت الاكالة تبتدي تحط اللي انت عاوزه عليه يا ست ممريم ممريم ألو زيك يا ست ممريم ألو يا ست ممريم سمعاك يعني إيناس اسمي إيناس من العراق إيناس اهلا وسهلا انا اسفة انا اسفة زيك يا ست كل اهلا بيك وباهل العراق شون ست غالية الحمد لله بخير شلون كنتو يا حبيبي يعني اتصل بيش كل يومية عادي أحاول اتصل بيش وما أحصلت هاليوم يلا بتتصل في اليوم مية حقك علينا ده احنا يعني نعملك تليفون كده لأهل العراق مخصوص إيه زيانة عليها اسفة غالية ده إنتو غاليين علينا إيه ماما وبابا وأخويا عدي ودريول إيه كل ينبقوا عليها اسفة سلميلي عليهم كلهم كلهم سلميلي عليهم قلتي تدمك زي الشربات وعسر إنتي اللي دمك زي السكر واخواتنا العراقيين حبايبنا واخواتنا العرب كلكوا حبايبنا ويارها هديلك المخلل ده ولو إنه مش قد المقام يعني لما يستوي كده بعتول لا أعرض طرشي ستغالية كلنا ولا أبطرشي ما أعرض المخلل أبدا طب عملك كنافة بالفاكها بسبوسة عيني لاتنين بكرة عملك بسبوسة بالكريز عشان خطر حبايبنا في العراق تكرمي تجيدينا للإراق قولي يا أمر إن شاء الله بعد العيد بعد العيد أجيلكوا نروعوا كده في بغداد والإراق ونجيلكوا زيارة أجيب بقى أميرة في قدية ونجي نزيركم أنا وسهلا بيش حشرفينا يا ستغالية إن شاء الله لازم أجي العراق إنتوا استضافتونا على قنواتك وإحنا بنشكركم وإن شاء الله كده أجيب أميرة والباشمهندس والأستاذ أحمد ونجي نعمل عندكم حلقات ونشوف أقلكو طبخوكو الحلو وبيوكو الجميلة ماما تسلم عليها تقول أكل شي جدا طيب كل شي هو سلميلي عليها يا ستك كل يلا أوكي باي باي استني ما تمشيش لازم تتفرجي على الفراخ اللي طلعة تستاهل بوقك كل شي يجير من من إيه بس بمناسبة إستغالية إنتي دخلين على كمب مباشرة مو بس أكلت صيف شفتي بقى لما تكل كده الفراخ كده مشوية وجوها الخضار تفتح النفس إزاي لو أنت أنت فيك يفتح النفس يعني أنت فيك ليش مو بس أكلت إحنا أباوأ مو بس على أكلت أباوأ على حتيت ربنا يخليك يا حبيب يخفر حتيت تسلميلي ويسلم بت أخوي تقول سلميلي على ستة غالية سلميلي علي وعلى كل حبايبك وإن شاء الله نكون عندكم في العراق قريب ونزرك ونقعد مع بعض تقول أخي تقول اسمي يسر تقول على مدية تقول اسمي ستة غالية تقول اسمي على مد ما تنسعني حاضر حاضر غالي والطلب رخيص الستة كل بحبك أوي يا ستة غالية وانا بحبك أوي شرفتين يا حبيبتي مع ألف سلام شفت بقى أنا عملت الفراخة هو في الفرن بقى لا سمنة ولا زيت ولا حاجة والخضار وكله على قلبه بعضه تطلع أكلة إيه هتدقها بقى كده وتشوف بس طبعا مزايا أكلوكو بقى وسماكو عددكو الحلو كده أكلت جميل جدا كده أكلت جميل عاوزاك بقى كده تقول لي يا عزف الأوطار عشان الفراخ دي بقى ودي بقى لي عشان فيه احنا تجمعنا من تاني تكنت معي السنة اللي فاتت وان شاء الله ربنا ما يقتعلناش عاد احب دايما نقابلك كل السنة على خير ان شاء الله ان شاء الله يلا بقى يا عزف الأوطار عبانا مقطع كنافة احكي لك الأخبار والإرصام الأول يا عزف الأوطار أرسم لي من الأول هحكي لك الأخبار والإرصام الأول عن ناس محيبة وحلمة في غن وحيل وتلمها عن ناس محيبة وحلبة في غن وحيل وتلمها من خمسة وعشرين سنة منعاند الخيار ونكمل المشوار منعاند الخيار ونكمل المشوار الضم كانت تجمعنا وفي اللقاء يحللنا وفي اللقاء يحللنا بنا في لما ننسى أوجعنا تفرح قلوبنا وتتاننا تفرح قلوبنا وتتاننا أقسم وقل موال وحكي على هذا الحال أسم وقل موال وحكي على هذا الحال يا عزي في الأوطار يا عزي في الأوطار يا عزي في الأوطار أجسم لي من الأول أحكي لك الأخبار والقصة من الأول عن ناس محيبة وحلمة في غن وحيل وتلمها من خمسة وعشرين سنة بنعاند الطيار ونكمل المشوار ونكمل المشوار وانتجمعنا من تاني مع الألحان والأغاني وتجمعنا من تاني مع الألحان والأغاني مع الألحان والأغاني وعمرنا وإحنا بنسعى نشوفه بوحل أو سمحان أنه بقى معانا يا سلام أنه بقى معانا وقولوا ويانا يا عادي في الأوطار يا عادي في الأوطار أسمني من الأول أحكينك الأخبار والبصة من الأول عن ناس محيل بوحل ما في غن وحيل وكلمها عن ناس محيل بوحل ما في غن وحيل وكلمها من خمسة وعشرين سنة من عاند الطيار ونكمل المشوار من عاند الطيار من عاند الطيار ونكمل المشوار ألف شكر ليكو والله أنتو يعني النهاردة أبدعت وقلت كل الكلام الحل الله خليك ربنا خليك الله يخليك الله يخليك أنا نهاردة مبسوطة زي كده يعني أنا مما جبتوكو النهاردة قلت يلا كلنا نحيل عساكر اللي وقفين يحموا القناة ويحموا برسعيد ويحمونا كلنا ويعني أنا مبسوطة قوي رحم الله خليك ربنا خليك ربنا خليك وربنا يحبب الناس في بعدها رب كده إن شاء الله ويجعلها سنة سعيدة ورمضان سعيد ويجي عيد سعيد بتقاخي وبحب بين الناس وإن شاء الله أي حد في دماؤه ضغينا لأي حد إحنا نتمنى إن ضغينا من كل قلوب الناس تصفى والناس ترجع تحب بعض زي الأول لأن كل العرب وكل الناس كانت يعني بتحب مصر على حبها لبعضها إن شاء الله إن شاء الله كلنا لك إن شاء الله بالحب وكل حاجة حلوة هترجع تاني إن شاء الله شكرا لكم شرفتونا الله يخليك شرفتونا ألف سلام يا رجال شكرا لكم